لمصلحة من هذا؟ هكذا استفهم رئيس الحكومة حيدا اللعبادي في كلمته أمس عن عملية استجواب وزراء حكومته في مجلس النواب والتي أطاحت باثنين منهم حتى الآن وتقديم تواقع أخرى لاستجواب آخرين في الأيام القليلة المقبلة لكن بعض الكتل السياسية المعنية بعملية الاستزار هذه أكدت أن الكرة في ملعب رئيس الحكومة في اختيار مرشحين أبو دلاء عن الذين تم أقصاؤهم لكنهم مترددون في اتخاذ القرار حسب توصيفها الكرة في ملعب السيدة العبادي نحن قدمنا مرشحين أكفاء كلهم بروفيشنال لا غبار عليهم ولم يكونوا من حزم الوفاق أساسا المرشحون لحد الآن 11 ممكن جدا أن يختار واحد وأن يعرضه على الأخوة في مجلس النواب للتصويت عليه وكذلك الأمر في الداخلية حتى حزب الوفاق الطامرونة نحن لا نصر على وزارة الدفاع الدفاع أو الداخلية ممكن جدا حتى أن نقدم أسماء أخرى فيما أشار بعض النواب المقربين من رئيس الحكومة إلى أن الأخير يعتزم تقديم أسماء الوزارات الشاغرة في الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب مع التأكيد على وجود الخش ممن يسعى للإطاحة بالحكومة من خلال استمرار عملية الاستجواب للوزراء ومن ثم رئيس الحكومة نفسه لذا أجمع التحالف الوطني في اجتماعه الأخير على إعطائه فرصة لشغل الوزارات وإيقاف الاستجوابات حتى وقت آخر نحن كدولة قانون وكتحالف وطني مستعدون على الموافق على ما يختاره السيد رئيس دورها ونحن حاضر من الثلاثة إلى الثنين القادم كما وعدنا في اجتماع الأخير مع التحالف الوطني هذه الخش موجودة بصراحة وأنا أتصور الآن كتحالف وطني وكذا ولد قالوا نحن الآن سوف نعطي الفرص الكامل للسيد رئيس الوزراء لمدة ستة أشهر ولا نستعجل بقضية الاستجوابات ونحاول أن يستقر الوضع نوعا ما ليتمكن السيد الوزراء في إمرار الموازنة في تحرير الموصل مراقبون سياسيون أكدوا أن رئيس الحكومة يعلق مشاكله على شماعات الآخرين كونه عالقا وسط مطالب الكتل التي رشحت أكثر من اسم للوزارات الشاغرة لا سيما الأمنية منها وهو يريد أن يرضي الجميع مخافة أم تصطف بعض الكتل المتضررة من ذلك مع من يسعى لإسقاط حكومته في الأيام المقبلة السيد العبادي هو يدر الحكومة بطريقة تكنقراطية محترفة ويحاول أن يبتعد بنفس الوقت عن الصراعات السياسية لكن مشكلته أنه ينقل أزماته إلى الأطراف السياسية الأخرى وبالتالي لا يتعامل كسياسي يحاول أن يتصرف وكأنه رئيس حكومة انتقالية يجب أن تمتلك كافة الصلاحة تحالف الرئيسيان في الساحة السياسية تحالف المالك الذي يقود جبهة الإصلاح وتحالف آخر هو قيد التشكل لربما يشمل مسعود برزاني مقتدى الصدر عمار حكيم العبادي إذا ما وصل العبادي إلى امتلاك هذه الأغلبية أو إلى التعامل مع هذه الأغلبية أنا ذاكي أستطيع أن يفرض أو أن يمتلك أغلبية برلمانية لتمرير وزراء لكن بشروط هذا التحالف الجديد من بغداد وليد الشيخ الحرة